حسناً كما ذكرت رغم أنني لا أتفق معك أتيحت لنا العديد من الفرص لكن الكفاءة في غاية الأهمية عندما تلعب بطولات على هذا المستوى ليس لدي ما أقوله أنا أتحمل مسؤولية اختياراتي ولا حاجة للحديث عن اللاعبين كانت تلك هي اختياراتي وكانت خاطئة أتحمل مسؤولية الإقصاء بالكامل ولن أقوم بالاختباء أتيحت لنا فرصة للعودة بالنتيجة من علامة الجزاء لكن كنا غير محظوظين اخترت حكيمي لتنفيذ الركلة لأنني أثق به لكنه سيكون درساً للمستقبل هذه المجموعة من اللاعبين ستتعلم وكما أقول دائماً إن هذه البطولة معقدة رأينا بعض النتائج الصادمة كما أنه كان لدينا لعبين مصابين ولعبين غير متاحين للمشاركة أعطينا الفرصة للعبين شبان وحاولنا التأقلم مع الوضع كان من الممكن أن نقوم بعمل أفضل لكن أنا من أخفق اليوم وليس الفريق تعرفون أني أحترم كلامي سأجلسه مع رئيس للتحاد لمناقشة مصيري وما هو الأفضل لمنتخب المغرب وهذا هو الشيء المهم ولا أخفي تمر بفترات صعبة وأخرى جيدة في المنتخبات الوطنية لقد كانت بطولة صعبة على الجميع لقد أخفقنا وأنا أول من أتحمل مسئوليتي سنجلس ونتحدث لدينا الوقت وسنتخذ القرار الأفضل للمغرب اشتركوا في القناة